موسيقى يا مسائل فل على كل مشاهدي ومتابعي كنوات الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجك اليومي برنامج كلام في الميديا بتشرف أننا نكون متواجد في هذا البرنامج كل يوم خميس من الساعة خمسة إلى ساعة ساعة ستة ونصف مساء طبعا برنامج هام جدا بنتكلم فيه عن كل ما يخص النادي الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية وأيضا بنتكلم فيه عن أخبار الرياضة المصرية بشكل عام فإن شاء الله نكون عند حصن ظن جمهور النادي الأهلي دائما طبعا أكيد عندنا العديد من الأمور الهمة ويمكن أبرزها النهاردة إن شاء الله كمان ساعة بالتحديد أو ساعتين بالضبط كمان الساعة سبع سيكون فيه الإعلان عن أفضل لاعب في أوروبا وإحنا عندنا حاجة مهمة جدا أن محمد صلاح مرشح بقوة إن شاء الله أنه هو ينافس على هذه الجايزة بصحبة كل من لوكا مودريتش طبعا لعب ريال مدريد وأيضا النجم الكبير كريستيان ورونالدو لاعب يوفينتوس الحالي ويمكن الموسم الماضي كان متواجد في ريال مدريد فبالتالي حاجة أكثر من رائعة بالنسبة لنا كمصريين إن إحنا ما أعتقدش إن إحنا كنا بنحلم في يوم الأيام إن يكون عندنا لعب متواجد في هذه القائمة إن هو يكون متواجد في قائمة أفضل ثلاث لعبين في أوروبا والنهاردة ممكن يتم الإعلانة هي تبقى صعبة شوية إن صلاح يفوز بها إحنا أكيد نتمنى إن صلاح يكون هو اللي يتوجب هذه الجائزة هو أول لعب عربي وأفريكي يكون في القائمة النهائية لكن الأمور ستكون صعبة شوية في الزل التواجد لعيب كبير جدا بحجم كريستيان ورونالدو وهو قدر إن هو يفوز بالشامبينز ليج مع ريال مدريد أيضا في الزل التواجد لوكا مودريتش هو أحد النجوم الكبار اللي يقدر يفوز أيضا بالشامبينز ليج مع ريال مدريد والسوبر الأوروبي وكمان وصل لنهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا في إنجاز كان كبير جدا بالنسبة لهم فالأمور ممكن تكون صعبة شوية لمحمد صلاح اللي يقدر أنه ياخد أحسن لعيب في الدوري الإنجليزي وأيضا هدف الدوري الإنجليزي وعمل موسم أكثر من رائع الموسم الماضي لكن دايما دعواتنا أمنياتنا تماما لنجم كبير جدا وبيمثلنا كلنا محمد صلاح في الخارج فإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في هذه الجزئية بتحديد وإن شاء الله الساعة 7 أكيد كل المصرين حيتابعوا هذا الحفل الهام جدا كل دعواتنا إن شاء الله لمحمد صلاح نجمينة المصري ولعب ليفر بول لألفوز بهذه الجائزة حيكون إنجاز أكثر من رائع أيضا من ضمن الجزئيات اللي احنا عايزين نتكلم فيها قبل ما نفوش في عنوين بقى حلقتنا النهاردة وهو فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإحنا عارفين أن الفريق الفترة الأخيرة عنده العديد والعديد من المبريات الهامة جدا اللي كان بيشارك فيها الفريق على مستوى ثلاث بطولات سواء بطولة دوري أبطال أفريقيا بطولة الدوري العام وأيضا البطولة العربية بصراحة الفريق ماشي بشكل كويس جدا لكن أكيد جمهوري النادي الأهلي عنده بعض التعليقات على أداء الفريق خلال المبريات لكن منطقيا جدا تعالوا نتكلم من ناحية المنطقية شوية لما يكون فريق بيلعب كل يومين ثلاثة ماتش رسمي وعدد كمان لعبين كتير بيشركهم مستر باتريس كارتيرون كابتن محمد يوسف اللي بصراحة عاملين انطلاقة أكثر من رائعة وحنيجي للجزئية دي وحنتكلم كمان عليها بالتحديد لأن دي أفضل انطلاقة لجهاز فني تقريبا في تاريخ النادي الأهلي يعني تفوق مستر باتريس كارتيرون على كابتن حسيم البدري وأيضا مستر مانويل الجزئية المدير الأفاني التاريخي لنادي الأهلي لكن بالتحديد إحنا لما يكون الفريق بيلعب كل يومين ثلاثة مباراة فبالطبيقيا حيكون فيه إجهاد بالطبيقيا حتعمل عملية روتيشن عملية روتيشن حتتطرق أن أنت تلعب أكثر عدد ممكن من اللاعبين نادي الأهلي تقريبا حتى الآن شارك حوالي 24 أو 25 لعيب في كل المباراة الرسمية السابقة للنادي الأهلي وحوالي تسع مباريات فبالتالي مش حيكون فيه إنسجام أنت لما حيكون عندك إجهاد ستلعب لعبين كثير يعني فيه تغيرات في التشكيل يعني مش حيكون فيه إنسجام بالنسبة لعبه لنادي الأهلي ده حيقدي أن الأداء ما يكونش كويس لكن الأهم دايما أن النتيجة اللي نادي الأهلي بيبقى عايزة والجمهور والجهاز الفني بيسع عليها هي اللي بتتحقق وفوض النادي الأهلي لك أن تتخيل أن النادي الأهلي خلال تسع مباريات تعاد المباراة وحيدة فقط أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى وافتتحية بطولة الدوري فبالتالي ده إنجاز كبير جدا بالنسبة للنادي الأهلي طبعا متعودين عليه إنجاز النادي الأهلي يفوز بقى مباراة ده شيء مهم جدا بالنسبة للجمهور لكن في زل الظروف دي وزل ضغط المباراة ده يعتبر إنجاز جيد جدا فبالتالي مطلوب من جمهور النادي الأهلي أكيد الصبر على الجهاز الفاني واللعابين من حيث أو من ناحية الأداء بالتحديد لكن النتائج الحمد لله حتى الآن النادي الأهلي يحقق النتائج المرجوة دايما لجمهوره العظيم والمتواجد في كل مكان فبالتالي ده شيء مهم جدا أنت كمان كسبت أربع مباريات متتالية في بطولة دوري أبطال الأفريق في الأول كان الأمور ماشية مش كويس شوية مع كابتن حسام البادري يا مدير الفاني السابق اتعادلنا مباراة أمام الترجي خسرنا مباراة أمام فريق كامبالا سيتي في أوغندا بعد قال أن الظروف صعبة خلاص النادي الأهلي مش هقدر نفس على هذه البطولة جي مستر باتريس كارتيرون جي كابتن محمد يوسف الجهاز الفني بالكامل بصراحة قدروا أن هما من خلال معسكر بداية عملوا أكثر من رائع وكان في كل الاحتياجات الممكن لنادي الأهلي يكون عايزة في معسكر مناسبة قبل بداية الموسم في كرواتيا بعد مباشرة النادي الأهلي ابتدأ بطول الدورة أبطال أفريقيا من خلال فوزين على فريق تاونشيب وده كان شيء مهم جدا وكمان مباراة الترجي يعني البعض كان بيقول النادي الأهلي لو تعادل مع الترجي ناجي بقى كويس ده كان بناء على أول مباراة تان للنادي الأهلي في بطول الدورة أبطال أفريقيا لكن إدري الجهاز الفني إدري اللاعبين وهما يحققوا المعادلة الصعبة مع انطلاق موسم هام جدا بالنسبة لنادي الأهلي طبعا النادي الأهلي بينافس على كل البطولات اللي بيحاول أن نشارك فيها والهدف الأساسي بالنسبة لنا كلنا كأهلوية أكيد أن النادي الأهلي يفوز في مختلف البطولات ويحقق مختلف البطولة الشارك فيها فبالتالي كانت انطلاقة مهمة ومناسبة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللعابين مع ابداية الموسم أنك تفوز وتبقى من الأخير في مجموعة مجموعتك في دورة أبطال أفريقيا تحتالى المركز الأول خلاص صعادنا رسميا خلاص لدور التمانية فبالتالي نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني واللعابين في المرحلة الهمة جدا المقبلة خلينا بقى نقول سؤال حلقتنا النهاردة وهو خاص بترشح مين أو تتوقع مين أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا في شكل عام محمد صلاح ولا لوكا ميدريتش ولا كريستيانو رونالدو ده سؤال مطروح على جماهير النادي الأهلي على صفحات النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي بالتحديد في السوشيال ميديا سواء في تويتر أو فيسبوك الأول بعدين في تويتر وأيضا على انستغرام نستنين طبعا تفعلكوا معنا من خلال هذا السؤال الهم جدا ونتمنى بكل تأكيد كل التوفيق لمحمد صلاح في هذه الجيزة الهمة جدا نروح بقى نقرأ العنوين الهمة بحلقة النهاردة الأهلي يستأنف تدريباته بالكتش استعدادا للإنتاج كارتيرون أسك في قدرات لعبي الأهلي للسير في طريق البطلات كارتيرون يطالب الجماهير بالصبر ويدافع عن الشناوي أجانب الأهلي سوبر أداء متميز لأزارو وكلبالي ومعلوم يؤكد أنه أهم الأوراق هدف أزارو وتصدي الشدناوي ضمن الأفضل في آخر الجولة بمجموعات الأبطاء الأهلي يحسم موقف بكا اليوم جدا الزكرة الاثناشر لوفاة محمد عبد الوهيد طبعا بكرة أكيد يعني يوم واحدة ثابتين تمانية دي الزكرة السنوية اللي وفات لعب مهم جدا جدا وكل جمهور النادي الأهلي بيحبه بكل تأجهيد محمد عبد الوهيد الله يرحمه ويخفر له واللي كان توفى في عام 2006 وأيضا كان متواجد في النادي الأهلي على مضار ثلاث سنوات وحق إنجازات كبيرة جدا سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر مصر زكرة دايما جمهور النادي الأهلي بيتذكرها كل عام ودايما عبد الوهيد في الأزهان وفي القلوب دايما بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي وكل جمهور كرة مصرية في شكل عام لأن الراجل حق إنجازات عديدة وعديدة سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخبات مصر المختلفة الشباب وأيضا المنتخب الأول خلينا أقول لكم سريعا الإنجازات اللي إدري حقاها محمد عبد الوهاب في فترة زمنية قصيرة جدا إدري أنه يفوز بعدد كبير جدا من البطولات كل البطولات تقريبا نشارك فيها مع النادي الأهلي كانت فترة زهبية وكانت بداية عصر الزهبي جدا بالنسبة لنادي الأهلي مستر ماني الجوزيج جهاز الفاني بالكامل واللعبين وإدري أنه يحق هذه البطولات إدري أن يفوز بدرع الدوري موسم 2004-2005 و2005-2006 مع النادي الأهلي كأس السوبر المحلي في افتاح موسمي 2005-2006-2006-2007 وأيضا كأس مصر 2005-2006 وكأس دوري أبطال أفريقيا عام 2005 وكان النادي الأهلي بقاله في فترة كبيرة وكان بقاله أربع خمس سنوات بالتحديد وأيضا كأس السوبر أفريقي عام 2006 ده بالنسبة لمحمد عبد الوهاب والله رحمه مع النادي الأهلي أيضا مع منتخب مصر للشباب كأس أفريقيا للشباب ببوركينا فاسو عام 2003 منتخب مصر العسكرية إدري أن يحقق مع كأس العالم العسكرية رقم 41 في ألمانيا عام 2005 وفاس كمان بلقب هداف البطولة برأسيد 3 أهداف منتخب مصر الوطني المنتخب الأول إدري أن يفوز معاه ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 بالتالي أكيد محمد عبد الوهاب قدر أنه يحقق إنجازات كبيرة جدا فترة زمنية قصيرة جدا لعيب كان مهم قوي 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 فيه النادي الأهلي في منتخب مصر وكان عنده كل المهصفات اللي ممكن أي مدير فني يتمنيها في باك شمال بالنسبة لأنادي الأهلي سواء قوة سرعة تصويب كمان ضربات حرة مباشرة وأحرز أهداف عديدة سواء المنتخب أو للنادي الأهلي فأكيد يعني ربنا رحمه يخفر له محمد عبد الوهاب عمرنا ما حننسى أكيد طبعا النهاردة كمان في قرعة دوري أبطال لأوروبا ودوري المجموعات كلها الخاصة بهذه البطولة الهامة واللي كل المصرين بشكل كبير جدا بتابعوها وكل المصرين بالتحديد بيتكلموا أو بيحبوا أنهم يتبقوا فريق ليفر بول وأيضا اختيار أحسن لعب في أوروبا اللي منتمنها بكل تأكيد لمحمد صلاح في هذا السياق خلينا استقبل على الهاتف أحد النقاد الرياضيين المهمين جدا وبتحديد في القرى العالمية وبالتحديد كمان في الدورة الإنجليزية وأكثر تحديدا كمان في ليفر بول يا دكتور عادل مساء الفل عليك مساء الخير يا ميران بيك تحياتي لك معنا طبعا دكتور عادل كريم برحب بيك في البداية والنهاردة أكيد يعني شيء مهم جدا أنه النهاردة يكون محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لعب في أوروبا سواء مع لوكا مودريتش أو مع كريستيانو رونالدو شايف حد ذاته أن محمد صلاح متواجد أو مرشح لنيل هذه الجائزة شايفها زي من وجه نظر تمام طبعا بس الأول أنت بتتكلم طبعا عن محمد عبدالله الرحمن وذكرت صعده بكرة فأكيد لازم نفتكره لأن محمد من الناس اللي حيفضل حيفضل في أهزان جمهور الأهلي مدى الحياة طبعا طبعا ربنا كتب له أنه يعني يلفز الفضل الأخير على عرض النادي الأهلي وحيفضل طول عمره ورمز في أولوك جمهور النادي الأهلي رغم الفترة القصيرة اللي أعادها لكن أكيد هو كان بيحب الأهلي وزي الكل ما والدته قالت وكان بيموت في الأهلي وربنا اختار له أنه يعني يموت فعلا في النادي الأهلي وربنا يا رب يرحمه كده آمين يا رب إن شاء الله طبعا زي ما أنت بتقول يعني فكرة إن إحنا عندنا العيد مرشح الأفضل لقاء في أوروبا ومن ضمن الثلاثة مرشح الأفضل لقاء في أوروبا دي حاجة يعني ولا في الأحلام زي ما كنا بنقول يعني إحنا كنا كل منطقة محنة إن حد يخش في الثلاثين مثلا للمرشحين الأوائل يعني فلما يبقى عندنا محمد صلاح واصل النهاردة إن هو واحد ديه الثلاثة المرشحين للجائزة هو مرشح بقوة كمان للقب حاجة عظيمة جدا جدا بسوق الوصف يعني أكيد آآ يمكن أول مرة الماصرين يهتموا بشكل غير طريقهم بالجازي ودي حقيقة طبعا دا لازم يحصل يعني نحن عم برواحة مرشحة فيها أكيد أكيد آآ بالظبط جائزة آآ أفضل لعب في المسلم في أوروبا دي آآ جديدة مش قديمة هي بدل سنة ألفين وحداشر آآ وميزتها إن هي دايما بتبقى آآ أحسن من الجوايز التانية بحاجة إن التصويت بتاعها ببقى مدربين وصحفيين ببقى آآ أكتر منه آآ تصويت آآ عاطيف شوية لأ الموضوع بيبقى في آآ معايير وفي آآ حاجات معينة الحاجات التي عملت في الموسلم في دور الهبطال حاجات عددنا في الموسلم المحلي الحاجات التي عددت مع المنتخب آآ عشان كده دايما بتبقى الجائزة دي مهمة جدا وشوفنا أخدها نيستة وشوفنا أخدها ريجري فأخدتها يعني مش محصولة زرسا نتكورة دايما بالعشر سنين من كريستان وميسي حتى لو لا قدر الله مثلا تدعي التالت أو حاجة اسمه تالت أحسن لعيب في أوروبا في الموسلم طبعا دايما إنجاز كبير جدا عمرنا ما كنا ننتخيل كده يا دكتور عادل أن يكون عندنا لعيب مصري متواجد في الفئة دي بالتحديد يعني يعني كما بقولك إحنا يعني أنا واحد شخصين كنت نكسي أنه يخش في التالتين بتوعفتان فوتبول ده كده لا إحنا الحمد لله صلاح في التلاتة بتوع أحسن لها في أوروبا وفي العشرة بتوع أحسن لها في العالم في الفيفا نحن نتكلم في حاجة فعلا ولا في الأحلام كما قلنا بقولي ويا رب أن يكون دايما كده والحمد لله بداية الموسلم الشيطة بداية قائسة جدا إن شاء الله بإذن الله يكمل على كده وأحسن من كده كمان وهو عنده اللي أحسن من كده ويا رب إن شاء الله يفضل رفع رأسنا كده دايما يا رب يا رب إن شاء الله طيب شايف إن اللي ممكن يفوز النهاردة بالجائزة دي بتاعة أحسن لعب في أوروبا ممكن يكون أسهمه أكبر إن يفوز بأحسن لعب في العالم ولا ولا ملهاش علاقة هي ملهاش علاقة عشان تريد التصويت يعني يمكن أحسن لعب في أوروبا بتبقى في الأول في الجزء الأول في مدربين أنزية ومنتخبات ثم بعد كده بتتحول لمجموعة مستحابين أو مجموعة مستحابين باللسبة الأحسن لعب في العالم الموضوع مختلف شوية في جزء جمهور وفي جزء مدربين وكبات المسرق وكده فالموضوع مختلف شوية يمكن تبقى زي ما تقول مؤشر لكن مش هتبقى هي الحسن يعني مش هو ده الخاسي لكن أكيد هي برضو لها قيمتها لها كريستيجها العالي جدا زي ما أقول لك أنها جايزة عن الموسم مش عن سنة عام ميلادي عن موسم كامل فأكيد اللي عمله صراحة الموسم بفكر حاجة تسنائية جدا لما العيد يوصل في موسم واحد يعد يخمسسين هدف صوام يعني بحساب كامل ده في المنتخب ده رقم كدير جدا جدا وخصوصا من أول موسم ليه بعد بركول أحسن لها في الدور الإنجليزي أحسن أو هاتف الدور الإنجليزي ووصل بعد رئيته لنهائي الشامبينز ليج وأعتقد فرأي العالم كله إن صلاح هذا يكمل في حين لشانك ذيك الموضوع ممكن يختلف طبعا الموضوع قد بنسبة ألف في المئة يعني وأتمنى يا رب إن هو إن شاء الله يعني إحنا الموضوع صعب لكن لسه عمدين أعمال لغاية بقى لغاية السابعة لما تتعلمني هبعمدين أعمالي إن شاء الله طيب بالمناسبة برضو مناسبة إن إحنا بنتكلم عن محمد صلاح هو أحد نجوم ليفر بول شايف أو تقييمك إيه لبداية ليفر بول في بطولة الدوري ما شاء الله يعني أحرزوا عدد أهداف حوالي سبع أهداف وما استقبلوش ولا هدف في ظل التدعيمات القوية اللي عملها ليفر بول في ظل حفاظه على محمد صلاح ساد يوماني فرمينو شايف شكل منافسة في الدوري الإنجليزي تحديد السنة دي إزاي في ظل كمان تعصر فريق منشستر سيتي في المباراة السابقة وتعدلوا في هذه المباراة شايف المنافسة هتبقى شكلها إزاي في بطولة الدوري الإنجليزي هل ليفر بول ليهم فرص كبيرة إن هم يفوزوا بهذه البطولة إن شاء الله نحن أكيد نتمنى إن صلاح يفوزوا حقق لقب مع ليفر بول إن شاء الله بسطة طبعا هي طبعا هي نفسك بالتباتل يوز الكلام سنعمل عليش كتابت مرشد بس لكن أكيد في مؤشرات هو من قبل البداية الموسم الناس كلها كانت بتقول إن المنافسة ممكن تكون بين مجلس سر تيتي وليفر بول ولأن الاثنين سيتي يمكن بعمل شدعين غير بس رياض محرز لكن قادر يحفظ على كل نجوم وليفر بول كان قوي جيب كان سنل باتت وليفر بول قادر يدعم في الأميكة إن هو محتاجها يعني كان محتاج حارس مرمى قادر يجيب أليسون وحارس عظيم جدا وهو واضح إن اللي بير بول هو الفرين وحيد في الدار ما كانش في ولا ده في الغد دلوقتي آآ قادر يجيب آآ آآ اللعيب دي نابي كيتا فوس الملعة طبعا العيب مهم جدا 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 وهو وحل المشكلة لكتعند لليفر بول هندرسون وميلمر الاثنين اللعيبته قال قوي لكن ما عندهمش حطة الرابط يعني هما الاثنين واجباتهم الدفاعية أكتر بالزبط كذا فكرة الرابط دي وفكرة إصرار يورجن كلوب على ما بكيتا رغم من الصفح كاليبا كان قازت ووافضت مصر عليها وبعدين اللايب زيك قال إحنا موافقين بس شرطا نوعد معنا سنة كمان فبرضو وافق يورجن كلوب عنده فكرة بيبقى مؤمن قوي بلعيب محدد ويبقى ويبقى مع فاندايك مثلا فهو كان عايز باندايك لما حتى الادارة اللي بفوضات اتعثرت جدا وحصل مشكلة والادارة اعتذرت لقدارت فالسنطن وبعدين ووفروا له ايقالوا 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 انا مش عايز غير ده هو فداته حاجة معينة فدعملوا مع أليسون وعملوا مع نابي كيتا السندي بغيبان هو لسه عنده اثنين ما ما دخلوش حتى في المرايج فابيني وشاردان شاكيري فالاثنين حيبود قوة كبيرة جدا للفريق بيسة ليفر بول زي ما انت قلت يا امير ان هو ادري يحافظ على نجومه لان كان فيه طلبات على صراحه وعلى فديوانيه لكن ادري حافظ عليهم ومع فرمينو طبعا واضاف كمان قوة التي اصبح عنده ذكت بدلات قوية كيف من كثم مشكلة بسبب ليفر بول في ثمانين فاندايك شوصة بيعوش ثلاثة غيرات لانه ما عندهوش حتى ينزل بالوقتي لا دلاتي اصبح عنده ذكرة قوية جدا ركع كمان دانيل ستورج محاجم عنده فضرة ويدي اضافة عنده طبعا اللعيب اللي موجودة زي ما اولا فرمينو شاكيري لما يبتد يلعب سيأضافه قوية جدا وحيبقى كمان في حل مع التابلاتي خاصة ملعيش غطات منشط الدوري داخل بقى هاتف كيس خش في اوروبا منشط فوصة الاسبوع هاتف تليدي الكاس و هاتف تليدي كاس للربطة فلا اعتقد هو قوى للسكواد او التشكيلة بشكل قوي جدا وده هينفع لبكول السنادي اتمنى اروض يعني طبعا حاجة عشان صلاحه انتعرف حاجة تالي شانا مشاكل طبعا انا عارف احنا كله دلواتي بنشجع لي بربول عماتنا يا دكتور عادي انا عايزه لك انا عاد وصنع عشرة مش لاحادي شكل عم عياد دلواتي كله مصري طبعا دكتور عادل كرايم الناقد الرياضي الكبير بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة والتي اتكلمنا فيها عن طبعا طرشح محمد صلاح والنهار ده طبعا اتجايزة حياء الساعة سبع حيتام الاعلان عن مين اللي فائز بافضل لعب في اوروبا فاكيد نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمحمد صلاح اخبار النادي الاهلي في الصحف النهار الاهلي نومبر وين صعد بأعلى رصيد نقاط في افريقيا والقرع الاسنين دي طبعا مجلة الاهلي بالاخبار المسائي الاهلي فرحان بالتفوق الافريكي كارتيرون يطالب الجماهير بالصبر ويدافع عن الشنين الاخبار ارتياح في الاهلي لعبور كامبالا وتحقيق اربعة انتصارات متتالية في دور المجموعات كارتيرون لا نملك رفاهية الوقت لتصحيح الاخطاء ويوسف فرحان بن جومو مجلة الاهلي اجانب الاهلي سوبر اداء متميز لازارو وكلوبالي ومعلول يؤكد انه اهم الاوراق الرابحة في خطة لعب الاهلي مجلة الاهلي كارتيرون بعد التأهل الافريكي اصق في قدرات لعب الاهلي للسير في طريق البطولات روزا اليوسف العبقاري كارتيرون يطيح بانجاز جوزيه والبدري مجلة الاهلي التسعى التسعى مساء الاحد بالدوري الاهلي مطالب بزيادة الانتاج امام الفريق الحربي الشروق الاهلي يطلب تأجيب مبراتي الداخلية وبرامج بسبب بطولة افريكي طبعا اهم العنوان اللي قرناها معاكو في اخبار النادي الاهلي في الصحف هو الخاص او الانوان الخاص بجريدة روزا اليوسف واللي قالت كارتيرون يطيح بانجاز جوزيه وحسام البدري زي ما احنا قلنا مع بداية الحلقة مستر باتريس كارتيرون ابتدى بداية اكثر من رائعة مع النادي الاهلي يعني بغض النظر عن الاداء في بعض المباراة كان الاداء فيها مميز جدا بالنسبة لنادي الاهلي وبعض المباراة الاداء كان قليل وده كان نتاج طبيعي ليه ضغط المباراة لكن قدر ان هو يعني حتى الان ما شاء الله لقوة تقل بالله النادي الاهلي مخصرش ولا مباراة بتاع المباراة وحيدة خلال تسعة مباراة امام الاسماعيلي لكن في مقارنة سريعة كده مع مستر مانويل الجزيه وكابتن حسام البدري خلاني نبتدي مستر مانويل الجزيه في ولايته الاولى مسم 2001-2002 في اول تمن مباراة مستر مانويل فاز او قسر مع الاهلي تلات مباراة بواقع اتنين في بطولة دوري اطال افريقيا مباراة في الدوري وحقق الفوز في خمس مباراة الولاية التانية مستر مانويل الجزيه طبعا مدرب اسطوري ومدرب كبير جدا لكننا سنعمل بعض المقارنات في بداية كل فترة بالنسبة للمدير فاني الولاية التانية في عام 2003-2004 مستر مانويل جزيه خلال هذه الولاية في اول ثمان مباريات حقق خمس انتصارات وخسر مرتين وتعادل مرة واحدة مستر مانويل جزيه جيه ولاية تلتة كمان مع النادي الاهلي واول ثمان مباريات فيها كانت عام 2011 كان حقق اربع انتصارات وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة كابتن حسام بدري في بداية الاولى عام 2009-2010 اول ثمان مباريات حقق خمس انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة الولاية التانية كابتن حسام بدري كان في عام 2012 اول ثمان مباريات حقق الفوز اربع مرات وتعادل ثلاثة وخسر مرة واحدة كابتر حسام البدري في اللاية الثالثة أيضاً 8 مباريات الأولى في عام 2016-2017 قدر أنه يفوص في مباريات وتعادل مباريتين وجميعهم طبعاً في بطولة الدورة المصري مستر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسباني في 2014-2015 أول 8 مباريات 4 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرتين مستر جوزيف سيرو المدير الفني البرتخالي 2015-2016 أول 8 مباريات حقق 5 انتصارات وتعادل وحيد وخسر مرتين فبالتالي إحنا قلنا نجيب لكم كده المقارنة سريعاً بالنسبة للأجهزة الفانية والإنجاز الكبير اللي حقاً الجهاز الفاني الحالي إنه هو ما خسر حتى الآن في أي بطولة شارك فيها سبب بطولة العربية وطولة دورة أبطال الأفريقيا وأيضاً مطولة الدورة العام فده شيء أكيد يحسب بشكل كبير جداً للجهاز الفني بكيادة مستر باتريس كارتيرون وكابتن طبعاً محمد يوسف المدرب العام وكبتن محمد يوسف الرجل قدر نحق مع النادي الأهلي بطولة دورة أبطال الأفريقيا وهي آخر بطولة إن شاء الله نقدر نكررها كمان سنة دي كانت في 2013 جهاز فاني بالمناسبة يعني متكامل بشكل كبير جداً ومتفاهم كمان بشكل كبير جداً وده شيء مميز وهام للنادي الأهلي خلال الموسم الحالي أيضاً كمان من ضمن الأخبار اللي نعلق عليها ومجلة النادي الأهلي اللي قالت إن أجنب الأهلي سوبر وأداء متميز لأزارو وكلوبالي وكمان بالتحديد اتكلمت عن علي معلول اللي بصراحة بيقدي أداء أكثر من رأة مع النادي الأهلي لو كنا اتكلمنا عن وليد أزارو في البداية وليد أزارو كل الناس مع بداية الموسم قالت لك وليد عايز يمشي وليد جاله عرض متمسك أن يمشي كان ممكن يكون في كلام فعلاً أن وليد حيمشي وكان في مفاوضات مع فريق فورتشن العسيني لكن مفاوضات فشلت وكنا قلنا إن وليد أزارو لو فضل في النادي الأهلي الرجل هي لعب بكل روح وبكل حب للنادي الأهلي وده فعلاً اللي حصل ما كناش منقول كلام من فراغ ده كان من خلال متابعتنا للفريق وبتحديد كان في معسكر كرواتيا فعلاً وليد أزارو ابتدى الموسم شكل جيد جداً أحرز بعض الأهداف الهمة بالنسبة لنادي الأهلي وليد أزارو دلوقتي هدف دوري أبطال أفريقيا برشيف ستة أهداف من خلال ست مباريات حاجة مميزة جداً وليد أزارو خلال مبارياته مع النادي الأهلي في بطولات أو في بطولة دوري أبطال أفريقيا ستة أول سنة دي لعب 12 مباراة أحرز كم هدف أحرز 10 أهداف ده طبعاً شيء مميز جداً وكمان صنع 3 أهداف عمل 3 أسست مع النادي الأهلي في مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا فبالتالي لعب مهم جداً ولو احنا جينا بصينا كده في أفريقيا أو بشكل عام على المستوى العالمي فيه نضرة في المهاجمين اللي هم المهاجمين الصرحة اللي بيبقوا على الجنعة طول الهدفين فترة من فترات وليد أزارو كان عنده انتقادات كتير جداً من قبل الجمهور والنقاد والإعلام بشكل عام لكن الراجل بعقليته الاحترافية الممتازة قدر أنه يثبت أنه هو مهاجم مميز وهام جداً بالنسبة للنادي الأهلي ويعتبر صفقة مهمة جداً النادي الأهلي يحتفظ بوليد أزارو وكمان علي معلول صنع العديد من الأهداف في مختلف البطولات مع النادي الأهلي ولاعب مهم جداً وكمان الميزة أن مستر باتريس كارتيرون عارف يستغل علي معلول كويس جداً لو احنا بصنا على أداء علي معلول دلوقتي والفترات السابقة حلاق أن أداء علي معلول في التصاعد في التصاعد خصوصاً مستر باتريس كارتيرون ممكن يشركوا وينج ليفت أمام أيمن أشرف بعض المبارات زي ما شفنا ممكن بيدوم شوية في نص الملعب كمان ويدي الأيمن أشرف الحرية على الخط كله وبالتالي دي جزئية مهمة كمان عند المدرب أنه عارف قدرات لعبته وعارف يستغل لها والميزة كمان عند مستر باتريس كارتيرون راجل عنده خبرات أفريقية كبيرة حقق طول الدولة أبطال أفريقيا مع تي بي مازينبي وأيضاً حقق سوبر أفريقي مع تي بي مازينبي وكمان حقق المدالية البرونزية والمركز الثالث في طولة الأمم الأفريقية مع فريق مالي ومسك فريق النصر السعودي ومسك ودي دي جلال راجل عنده خبرات عربية وأفريقية مهمة جداً وده كان شيء مهم وتفكير مميز جداً من قبل مجلس إداري النادي الأهلي إنه هم يجيبوا مدرب عنده الخبرات في المنطقة اللي احنا متواجدين فيها مش مول منه أنا جيب إسم كبير أوي أو إسم عالمي ويجي وما ينجحش وكان عندنا تجارب قبل كده ويمكن كان أبرزه مستر مارتينيول المدير أفانيا الهولندي راجل عظيم جداً في أوروبا لكن بالتالي ما قدرش نحاق أخير بطولة الدوري مع النادي الأهلي فإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق كمان كلبالي بالمناسبة مدافعة مهمة جداً وصفقة إداري النادي الأهلي أن يحصل عليها بشكل مميز وإضافة كمان لنادي الأهلي نروح لأخبار النادي الأهلي على النت أو على موقع فيه على النت طبعاً أخبار الأهلي هنبتدي بموقع في الجول موقع في الجول هدف أزارو وتصدي الشبناوي ضمن الأفضل في آخر جولة بمجموعات الأبطال الأهلي يستقنف تدريباته بالكتش استعدادة للإنتاج الحربي بوابة الأخبار الإلكترونية الموقع الرسمي للأهلي محاضرة فنية للعب الأهلي اليوم الموقع الرسمي للأهلي يوسف جاهزون للإنتاج ولم نتلقى عروضاً لأي لعب اليوم السابع الأهلي ضغط المباريات يمنع إقامة المعسكرات الخارجية عقب مواجهة الإنتاج الشروق الفحص الطبي يكشف موقف عشور وجابر من المشاركة أمام الإنتاج موقع كورة السولية خارج حسابات الأهلي أمام الإنتاج الحربي الأهلي دوتكم أجاية يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق اليوم يورو سبورت الأهلي يحسن موقف طاقة اليوم الموقع الرسمي للأهلي كارتيرون يحدد برنامج الأهلي التدريبي خلال توقف الدوري الموقع الرسمي للأهلي رجال يد الأهلي يفوز على الهدى السعودي في بطولة القاسم الموقع الرسمي للأهلي فريق اليد يستعد لمناجهة الأهلي البحريني ببطولة القاسم الموقع الرسمي للأهلي أيضاً الأهلي ينظم بطولة المسترز للسباحة تفريداً من روح دوري عبد القادر طبعاً يعني من ضمن الأخبار اللي عايزين نعلق عليها والخاصة دي أخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية وبتحديد عايزة أتكلم عن محاضرة فنية اللعبية النادي الأهلي اليوم طبعاً النادي الأهلي زي ما احنا عارفون دخل المباراة في الفترة السابقة عندنا مباراة هامة جداً أو فريق عندنا مباراة هامة جداً إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 9 مساء في ملعب السلام أمام فريق الإنتاج الحربي هو أحد الفرق المميزة جداً في ظل تواجد مدير فني مهم جداً هو كابتال مختار مختار بالتالي هتبقى مباراة صعبة بالتالي أيضاً في محاضرة طبيعية جداً من الجهاز الفني قبل الموران اليوم اللي حيكون في تمام الساعة السابعة مساء محاضرة أكيد هيكلموا فيها عن نقاط القوى والضعف وحيكون فيه أيضاً جزء خاص ببعض اللقطات لفريق الإنتاج الحربي عشان الفريق واللعبين والجهاز الفني يكون ملم بكل النقاط اللي عايزين يلعبوا عليها أو النقاط اللي عايزين يستغلوها خلال هذه المباراة وتحديد نقاط القوى والضعف عند فريق الإنتاج الحربي في التالي هي أكيد هتكون محاضرة أهمة جداً بالنسبة لمستر بيترس كارترون وجهازه المعاون أيضاً مع لعبي النادي الأهلي طبعاً في نفس السياق الموقع الرسمي لنادي الأهلي قال إن كابتن محمد يوسف قال إن جهزون للإنتاج ولا من أتلقى عروضاً لأي لاعب طبعاً من دبن الأخبار أيضاً هو خاص بباكماني الأهلي يحسن موقف باكماني اليوم طبعاً زينا عارفين باكماني مالمبي خلاص يعني في ظل تواجد أربع لعبين أجانب في صفوف النادي الأهلي سواء أجاهية علي معلول كلوبالي وأزاره فبالتالي باكماني فورسو بقت قليلة شوية بالتالي كان عنده بعض العروض الفترة اللي فاتت وبالتحديد كمان من جنوب أفريكيا وبالتحديد كمان من فريق سونداونس على جنوب أفريكي لكن الفوضات يمكن كانت فشلت الرجل وكيل لعب باكماني مالمبي لعب النادي الأهلي يعني طلب من إدارة النادي الأهلي وطلب من جازفاني أنهما يدولوا فرصة خلال النهاردة أنهما يحاول يجيب عرض مناسب لنادي الأهلي عشان النادي الأهلي يوافق على بيع باكماني خلال الفترة الحالية وقبل إغلاق فترة الانتقالات في العالم كله فبالتالي سيكون في محاولة لوجود عرض للاعب باكماني مالمبي خلال هذه الأيام القليلة جدا علشان ينتقل لنادي أخر أيضا من ضمن الأخبار وخاصة بعمر السلية عمر السلية خلاص خارج حسابات النادي الأهلي زي ما احنا عارفين عمر السلية في المباراة السابقة أمام فريق كامبالا سيتي جالوا شد في العضلة الخلفية وأيضا في العضلة الضمة أكيد كان ليه أشعة الأشعة نتيجتها هتطلع النهاردة بناء عليها هيتم معرفة المدة اللي هيجيب من كلالها عمر السلية طبعا فبالتالي اللعب مهم جدا في خط نص النادي الأهلي نتمنى له إن شاء الله أنه هو يعود سريعا في صفوف الفريق عشان يكون إضافة مهمة جدا يعني هو على الأقل حيبع عنده راحة أسبوع بعدها إن شاء الله هيتم تحديد برنامج تأهيلي خاص بحساب عمر السلية علشان يكون متواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد هذا البرنامج التأهيلي نتمنى له كل التوفيق والعودة سريعا للنادي الأهلي في التدريبات ومن سمى المشاركة كمان في المباريات الرسمية مع الفريق نظر الأهمية طبعا عمر السلية أيضا الأهلي دوتكم قالوا أن أجاية يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق زي ما احنا عارفين أن أجاية عنده قطع فيه أرباط الدخلي للركبة فبالتالي بيكون فيه فحص طبي جديد على اللاعب عشان نشوف المرحلة اللي وصل لها اللاعب في طريقه للعلاج من هذه الإصابة علشان نشوفه سريعا ويكون متواجد مع النادي الأهلي نروح للألعاب الأخرى ورجال يد الأهلي ده موقع رسمي للنادي وقال أن رجال النادي الأهلي يفوز على الهدى السعودي في بطولة القاسمي طبعا كرة اليد عندنا فرقة بصراحة محترمة جدا قدر أن هم يفوزوا بنتيجة 31-14 على فريق الهدى السعودي وكمان هيكون عندهم مباراة أخرى فبالتالي إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطولة بطولة القاسمي نتمنى لهم إن شاء الله أن هم يفوزوا في المباراة الثانية أمام فريق الأهلي البحريني في نفس البطولة أيضا لسه مع أخبار الموقع الرسمي لنادي الأهلي والأهلي ينظم بطولة الماسترز للسباحة تخليدا لروح دوري عبد القادر طبعا قال وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي النادي أهلي يستعد لتنظيم بطولة الرواد اللي هي الماسترز للسباحة خلال شهر سبتمبر المقبل تخليدا لروح دوري عبد القادر بطل مصر وأفريكا في السباحة البطولة ستقام يوم 14 سبتمبر المقبل بالنادي الأهلي مشاركة العديد من الناس سباحين في مختلف الألعاب شيء مميز وشيء مهم جدا إن شاء الله نتمنى أن البطولة دي تكون نجحة وفي مجهودات كبيرة جدا تتعامل في جهاز ألعاب الماء في النادي الأهلي في شكل عام كل الألعاب وكل المسؤولين في النادي الأهلي بيحاولوا دايما أن هم يخرجوا بأكبر صورة جيدة ممكنها تكون تظهر لجمهور النادي الأهلي في مختلف الأعاب في التالي نتمنى لهم كل التوفيق لخلال الفترة الموجودة نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا في برنامج كلام في الميدي بجد التحية بكل مشاهدين ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان من كلال برنامج النهاردة كلام في الميديا وجات معاه ده فقرة مهمة جدا وهي أهم العنوين لأكبار المحلية والعالمية اليوم السابع مصر استطاديف بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2020 و2021 فيتو موعد وصول المحترفين استعدادا لمواجهة النيجر وغمود موقف صلاح كورة الزمالك يصدم كهرباء اليوم السابع اتحاد القرى يكشف تغريم فيفا للزمالك 350 ألف دولار لصالح معاوني فريرة فيتو محاضرة فيديو للعيب امبي استعدادا من الزمالك وان سري الاتحاد السكندرية التجه إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي اليوم السابع محبود متولي يطلب 2 مليون جنيه سنويا لتجديد عقده مع الإسماعيل الوفد محمد صلاح يكشف عن مستقبله بعد اعتزال كورة القدم الشروق فان دايك صلاح مخيف في التدريبات سكاي نيوز جارز بيل قادر على سد صغرة رونالدو سبورت 360 إرادات كياسية جديدة لأندي المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا سبورت 360 إرادات كياسية جديدة قلناها دي خلاص في أس الإسبانية بعد اجتياز الكشف الطبي في أس طبعا الأسبانية تقارير تؤكد ارتداء ماريانو قميس كريستيان رونالدو طبعا أخبار عديدة مهمة جدا سواء عن محترفين في الخارج أو أخبار محلية كتير لكن عايزين نبتدي بموعد أصول المحترفين استعدادا لمواجهة النيجر وغمود موقف محمد صلاح طبعا المباراة ستكون يوم 8 سبتمبر القادم بالتالي مباراة ستكون مهمة جدا في تصفات المنتخب المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكامرون العام القادم فبالتالي سيكون هناك عدد محترفين طبعا نختارهم مستر أجيري المدير أفانيا المكسيكي المنتخب مصر فبالتالي منتداء من غدا سيوصل بعض المحترفين وحتى وصول لموعد المباراة يعني جدت تقريب كده قبل أربعة يام من هذه المباراة يكون كل المحترفين وصلوا علشان يشاركوا في التدريبات استعدادا لهذه المباراة الهمة المتخب مصر أمام الميجر فبالتالي ده خبر أكيد كان مهم جدا نروح أيضا لبعض الأخبار الخاصة ده محمد صلاح نجمنا المصري ومحترف في فريق ليفر بول ويمكن جريدة الوفد قالت أن محمد صلاح يكشف عنه مستقبله بعد اعتزال كرة القدم كشفها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفر بول عن تطلعاته مرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم وفي التصراحات لصحيفة كلارين الأرجنتينية قال محمد صلاح أنه بيفكر جدا في خود تدريب التدريب بعد الاعتزال وقال أيضا أنه ما يظنش أنه ممكن يعيش من غير كرة القدم محمد صلاح زي ما احنا عارفين هي دماغه كلها كرة الراجل فبالتالي هو شايف أنه هو الأفضل له بعد ما يعتزل كرة القدم بعد عمر طويل إن شاء الله في الملاعب ويقدر حال عديد والعديد من الإنجازات هيتجه للتدريب فنتمنى له كل التوفيق في كل الجوانب بالشكل عام سواء في الملاعب كلاعب مهم جدا سواء لمتخب مصر أو في فريق ليفر بول أو إن شاء الله بعد ما يعتزل كرة القدم ويكون متواجد كمدير فني أو كمدر أيضا فيه خبر أو تصريح بتحديد لبان دايك مدافع فريق ليفر بول وزميل محمد صلاح من خلال جريد الشروق وقال إن صلاح مخيف في التدريبات محمد صلاح يعني زي ما احنا عارفين برضو الراجل بس التدريبات بياخدها في شكل جدي جدا فبالتالي أكيد بان دايك في خلال التدريبات بيلعب قدامه كمدافع ومحمد صلاح كمهاجم فهو الراجل بيقلق منه في التدريبات برضو ده طبيعي لعب كبير جدا بحج محمد صلاح برشح أنه يكون أفضل لعب في أوروبا وكمان برشح أنه يكون أفضل لعب في العالم طبيعي جدا أنه يكون مخيف من ناحية الأداء والناحية الفنية سواء في التدريبات أو خلال المباريات سكاي نيوز اتكلمت على إن جارس بيل قادر إن هو يسد صغرة كريستان رونالدو ورحيله طبعا كريستان رونالدو ليوفنتوس يعني البعض هناك بيتكلم على إن جارس بيل بادي موسم بشكل جيد جدا مع فريق ريال مدريد وبيتوقعونه أنه يخلي جمهور ريال مدريد ما يحسش بغياب كريستان رونالدو وانتقاله لنادي آخر وبتحديد فريق يوفنتوس الإيطالي فبالتالي جارس بيل شايفين أنه هو قادر أنه يؤدي بشكل أفضل من كده كمان مع بداية الموسم في أستانيا وأنه يقدر أنه يحسد البطولات مع فريق ريال مدريد دي طبعا كانت بعض الأخبار الهمة جدا في الأخبار المحلية والعالمية وهذه العالمية الهمة التي تكلمنا عنها نروح بقى لفقرة السوشيال ميديا دلوقتي عندنا الصفحة الرسمية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف نشرة عبر تويتر الأفضل خمس أهداف بالجولة الأخيرة بدوري المنموعة بدوري أبطال أفريق طبعا الأفضل السلطات فيه نفس الجولة من دمناق صدي محمد الشناوي لإنفراد مع جيمي كامبالا سيتي على مرتين محمد الشناوي يعني رغم أنه هو المباراة ما كانش محصف فيها ويمكن البعض هاجل محمد الشناوي شوية خلال المباراة السابقة لكن الرجل قدر أنه هو يصد انفراد على مرتين بشكل جيد جدا هنتكلم عن محمد الشناوي نروح للعابة النادي الأهلي على انستجرام وبتحديد عمر سليا لنشر صورة من مباراة الأهلي وكامبالا سيتي اللي اتعرض فيها للإصابة على صفحته على انستجرام وكتب الحمد لله دائما وأبدا نشر أحمد عادل حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومصر المقصة الحالي على انستجرام صورة قديمة له مع أحمد فتح قبل أحد التدريبات في التتش معبره أنا أحبه وتقديره لفتح وإلى محترفين في الخارج محمد أنمي نشر صورة من تدريبات أرسنال على حسابه على تويتر وكتب نكافح دائما ونشر كريم حافظ على تويتر صورة من أول تدريب له مع فريقه الجديد باشاك شهير التركي أيضا نشر عمر وردة على انستجرام صورة له من مباراة باوك أمام بنتك البرتغالي مباراة واللي خسرها باوك من نتيجة أربعة واحد وخرج من الملحق المؤهل لدوري أبطال الأوروبا كتب خلال التغريد أو تويتر أو انستجرام بتحديد كمان اللي هو كتب من خلاله فخور دائما بالفريق الفريق الكبير لا يتوقف أبدا مستمرون مع بعض وعالميا نشرت صفحة بليتشر فوتبول على الفيسبوك فيديو عن الفرق المتأهلة لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت 32 فريق فائز واحد دوري أبطال أوروبا تعالوا نروح طبعا نشوف 32 فريق اللي تأهلوا لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تأهلوا لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا كالعادة نشوف بطولة أكثر من رائعة بها فيها منافسات كبيرة ومباريات من ناحية الفنية كمان بتبقى مباريات كبيرة ومهمة جدا وكل جمهور الكورنة المصرية بتابعها بشكل عام بغض النظر عن محمد صلاح وليفر بول فبالتالي إن شاء الله بطولة هتكون قوية جدا بطول دوري أبطال أوروبا نكمل طبعا صفحة ريال مدريد على تويتر نشرت صورة للاعبها الجديدة ماريانو دياز أثناء الكشف الطبي وأعلنت اجتيازه الكشف بنجاح استعدادا لتقديم الجمهور والإعلام غدا الجمعة ملعب سانتياجو بيرنابيو قلقت صفحة فيفا على تويتر أدوء على ذكرى انتقال البلجيكي كيفين ديبروين لصفوف منشستر سيتي عام 2015 وكتبت في مثل هذا اليوم من عام 2015 أتم سيتي صفقة انتقال البلجيكي كيفين ديبروين 24 سنة من فولسبورج بعقد لمدة 6 سنوات مقابل 55 مليون استرليني يعني 55 مليون يورو كانت ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعد انتقال أنفل ديمرية إلى منشستر ناتد مقابل 60 مليون استرليني في 2014 احتفلت الصفحة الرسمية النادي يوبينتوس الإيطالي على تويتر بعيد ميلاد نجم الفريق السابق بابل ندفد ال46 ونشرت عدد من أتصور له وكتبت ذكريات خاصة لأسطورة حقيقية تحياتنا لبابل ندفد وأخيرا احتفلت صفحة الدوري الأسباني اللي جاء على تويتر بأول هدف أحرازه ديفيد بيكام في الدوري الإنجليزي مع ريال مدريد عام 2003 ونشرت فيديو للهدف وعلقت في 30 أغسطس قبل 15 عام حقق ديفيد بيكام حلم تسجيل هدف في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الأسباني نروح نشوف الهدف ونرجع مرة تانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى طبعاً دفت بيكا من أحد اللاعبين المهمين جداً نمضار تاريخ كرة القدم العالمية ولعب الأقصر من نادي سواء منشستر يونيتد وبعد كدر المدريد بريستان جرمان إيزي ميلان لعب مهم وتاريخي والناس كتير ما تقدرش تستنى أو تنسى بالتحديد كمان لعب زي ديفيد بيكا من نجمة المنتخب الإنجليزي دلوقتي هنروح لفاصل عشان نرجع نستقبل أستاذ عبد المنعم فهمي الناقض الرياضي في الأهرام الرياضي ونرجع مرة تانية موسيقى مستمرين معكم مشاهدي ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان والفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة وهي فقرة قلبي أستاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير تحرير الأهرام الرياضي أستاذ عبد المنعم مسأل فل عليك مسأل فل وزيك أخباركيه تمام موفق إن شاء الله طبعا في البداية عندنا بعض المواضيع اللي حنتكلم فيها لكن دايما عايزين نبتدي بالنادي الأهلي ويمكن الفترة اللي فاتت النادي الأهلي كان عنده العديد من المباريات وفترة زمنية قليلة جدا تقييمك بشكل عام للفترة اللي فاتت بالنسبة للنادي الأهلي في مختلف البطولات اللي شارك فيها سواء بطولة الدوري بطولة الدوري أبطال الأفريقيا بطولة العربية هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم أولا الأهلي بيمر بمرحلة صعبة شوية التوالي المباريات في ثلاث بطولات ده بيأثر كتير على أي فريق حتى لو كان كل يوم أنت بالضبط عندك أنت كمان برغم الأهلي عنده وفرة من اللاعبين سواء في الاحتياطي في القائمة بتاعته ولكن الأساس الجهزية في لعبة جهزين وفي لعبة مش جهزين لكن في النهاية أنت بتبص على النتائج النتائج جيدة لغاية وعادة مبرات النجمة أنا شاف برضو نتيجة يعني ليست على ما يرام لنادي الأهلي مع النجمة اللبناني أحد الفرغ الكبرى في لبنان ولكن نتيجة السلبية في القاهرة أو في مصر النتيجة ليست على ما يرام صفر صفر لعبك وين جمهورك أنا شافها مش تمام في الدوري عشر نقاط من أربع مباريات لا نتيجة كويسة جدا أنت تعادلت مع فريق محترم وفريق اسماعيلي بقيادة خير الدين مضوي اللي هو يعمل شكل مختلف مع اسماعيلي السنة فعشر نقاط واحتلال قيمة الترتيب ده مع الناد الأهلي شيء كويس وانتوا زي ما قلت في الفقرة اللي فاتت في تعليقك على الأخبار أن الناد الأهلي بدايته مع كارترون بداية كويسة وبداية موفقة ولكن أهم حاجة الاستمرارية وأهم حاجة العبرة بالنهايات والأهلي من الاندية اللي عودتنا دايما أنها بتبتدي أي يام ما بتبتدي يعني ممكن الأهلي يخسر في 3-4 مباريات وتلاقي يفنش أول موسم بطل الدور عندنا أقرب مثال بتدور أبطال أفريقيا ودور المجموعات أول مجموعات خسارة مكنبالا وتبعد كده 13 نقطة وأول المجموعة فعايز أقول لك أن الأهلي يعني أنت أي واحد أهلاوي بيبص لتاج الناد الأهلي بيبقى مطمن عارفة الفرقة كرفها بيعلى المستوى بيزيد الأمور بتتطور المدير الفاني لسه جاي جديد المدير الفاني لسه ما تلمس خطواته مع الناد الأهلي فالأمور جاي فأي جمهور أي محب الناد الأهلي عارف الناد الأهلي في أي وقت من الأوقات سيتغلب على أزماته ويرجع أفضل من مكان وده شيء منطقي وطبيعي والتاريخ بقول كده وتعودنا على كده من الناد الأهلي الهدف اللي هو الأولاني ده بتاع أحمد شريف وزي بقلت حضرتك نقطة واحدة فقط خدم المباراة دي وخد ثلاث نقاط متتالية في المباراة الباقية وكانت مباراة برضو مهمة مع المصري كانت مباراة مهمة مع وديجلة مباراة مهمة المباراة الأخيرة برضو كانت مباراة مهمة لكن في النهاية الأهلي بيبحث دائما عن نقاط يبحث عن نقاط بشكل إيجابي وشايفين تألق زي ما بتحضرتك طبعا في الفقر فاتي التألق الأفارقة معاه ولعيبة كتير هتخش لسه بالفرقة وتألق علي معلول وتألق وليد أزار لا مباراة بصراحة أنت المستوى عندك كمان ده اكتشاف سليف كل ماي ده أنا بقول أن الناد الأهلي دايما كان بيعاني في دفاعاته إنه لا يستطيع أن يكون البعض يمكن انتقت شويا أن الأهلي بيجيب لعيب عنده 30 سنة ومستر باتريس كارتيرون كان متمسك بهذا اللعب لكن الواضح أن مستر باتريس كارتيرون عرف إمكانياته بشكل كويس جدا والواضح كمان أنه فرق في خط الفعل سيبك من إمكانياته وسيبك من أي حاجة وسيبك من أي كلام هو عامل عندك عامل مباريات رائع عامل فرق جدا دفاعية معك وفي نفس التوقيت عامل لك بيخلص لك مباريات مباريات مهمة جدا بيجيب أهداك مؤسرة جدا هدف في أفريكيا وهدف في الدورة؟ العدوى بتاعته بدأت تروح لبعض الأفارقة في الدورة نحن نظر أن ريتشارد بفور في الإسماعيلي جاب جون برضو هدف الفوز الإسماعيلي على المقاصة وكان هدف مهم جدا وتحس أن العدوى انتقلت من من كل بالي إلى الباقي الأنديل وباقي المدافعين لأفارقة تقييم العام الأهلي لسه موصلش لمرحلة الكبرى أنا ممكن أدله ستة ونصف من عشرة تقييم العام لي لأنه دي بداية موسم طبيعي ثلاث بطولات بشكل متوالي لعب كل ثلاث أيام اللعبة لسه برضو خلي بالك في نهاك في مشاكل بدنية لكن في النهاية الأهلي قادم اللعبة على أعلى مستوى ممكن في لبعض اللعبة تتأثر شوية بعض من الضمام لمنتخب مصر لكن في النهاية لعبة الأهلي عندهم الخبرات الكافة لتخليهم يداري تغلبوا على أي أزمات طيب من وجهة نظرك شايف أن أهم الأداء والنتائج مع بداية موسم وفي الزل تواجد جهاز فني جديد بكيادة مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف لا هو من ناحية منطقية كذا لأن البعض يمكن بيتكلم شوية على أداء بيتكلم على المنطق ومتكلم على التاريخ ومتكلم على التاريخ بيقول إيه؟ يعني أنا مثلا لما يجب مثلا موسم كمثال موسم 73-74 أو 75-76 بطول أهلي قدم مباراة رائعة والأهلي فاز مثلا بمباراة فلانية لعب قدام الإسماعيلية فاز كذا أنا بضربك أمثلة بتتكلم بنتائج ولا بتتكلم في أداء بتتكلم في أداء بأقاس بتتكلم في نتائج بالتالي أنت دلوقتي أنت بت الأهلي مطالب بأنه يكسب لأنه خلال بالك الأهلي لو لا يعني ما يكسبش وقدم وكارتيرون وقدم نفسه بشكل جيد لجمهور نادل سيجد في مشكلات وسيصدر مشكلات لنفسه ستبقى في أزمات كبيرة وإحنا عندنا في الدوري المصري عندنا ثقافة ما عندنا ناش ثقافة أنك أنت بتدي خطة طويلة الأمد لأي مدير فني يعني إحنا مع يعني بداية الدوري ولسه في أول ثلاث أسابيع بتلاقي في مطالبات لمديرين فنين بالرحيل منهم خير الدين مضوي منهم طلعت يوسف في المقاصة منهم يعني ناس كتيرة جدا خايفين ومتتم إقالتهم لمجرد أنك انت تعادلتوا مباراة وخسرتهم وراء وفي الاتحاد حصل أنه تم تهديد محمد عمر بالرحيل إذا لم يفوز على آخر مباراة قدام قدام الإسماعيلي وفز وتم اللي يبقى على الجهاز الفني لماذا لأنك أنت عندك في أندية جماهيرية زي الإسماعيلي زي الاتحاد زي الأهلي زي الزمالك الإدارة وحدها لا تستطيعها بتاخذ قرار بمفردة ولكن بإعاز أو بتشجيع من الجماهير الجماهير دايما بتتدخل في الأمر دا وفي القصة دي وبتخلي الإدارة نفسها مش القرار مش نابع منها هي لأنها ممكن تعمل قرار يأتي على عكس هوى الإدارة الجمهور فبالتالي فتحصل الأزمة فده فده صراحة ميزة عند النادي الأهلي إنه ما يمشيش يعني ساعات بيبقى فيه ضغط الجمهور أكيد بيبقى ليه وجهة نظر معينة وتحترم بكل تأكيد لكن دايما النادي الأهلي عنده سيستم بيمشي ده الشيء اللي يميز لأنك أنت دلوقتي بتديني نتائج كويسة الأداء حييجي مع الوقت فده اللي مخل إنما لا أداء ولا نتيجة لا شيء طبيعي أن الجمهور يغضب شيء طبيعي أن الجمهور يزعل لأنه أنت في النهاية بتشجع فرقيتك عشان تكسب وعشان تمتحها تمتع الجمهور أو تمتع الجمهور فبالتالي أنت هو جمهور الأهلي عمتاً واعي وعنده دراية كاملة بص الناد الأهلي عود منافسي وعود سواء المنافسي اللي بتفرجوا عليه أو اللي بلعبوا معاه إنه دقيقة تسعين النتيجة غير مأمونة العواقب إلا مع صافرة الحكم وزي ما قلت لحضرتك النتائج مهمة لداء المرتبة التانية الأهلي الأيام اللي جاية يعني مثلاً لو الأهلي بلعب في الدورة الواحد هتلقى الأمر مختلف لو في البطولة أفريقية مثلاً هتلقى الأمر مختلف لو في بطولة العربية الأمر مختلف لكن ثلاث بطولات مع بعض هو اللي عامل الأزمة للناد الأهلي وده منطقي وطبيعي أزمي الجهد طبعاً وخلي بالحضرتك الأهلي متحذر من دام البداية أنت هتعمل كذا 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 هتتعب في ثلاث بطولات ولكن طالما أنت اخترت يا نادي أهلي طالما اخترت يا اسماعيل طالما اخترت يا اتحاد طالما اتحاد بلعب في بطولتين بس فلازم تتحمل نتيجة اختيارك وده شيء منطقي وطبيعي للفرعة الكبرى لازم تشارك في البطولات الكبرى والمهمة فشايف أن الناد الأهلي قادر على الزهاب بعيداً ومرشح مع بعض خلص من العيوب الفنية شوية اللي ممكن نوصل فيها لمناطق أبعد من البطولة دي يعني فيها أخطاء ظهر كتير جداً مش ممكن يكون مش مجالها الكلام أخطاء في حراسة المرمى أخطاء في الدفاع أخطاء في الخطة نفسها وفي تشكيل نفس القصة ولكن مع بعض أكيد كارتيرون بيعقف حعالياً على دراسة كل الراجل اللي هي التسعة متشط بس يعني طبيعياً لسه بيجمع كل الأمور خاصة من فريق مكانيات كل اللي عادي وخلي بالك برضو كارتيرون مش حديث عهدي بالكرة المصرية هو عارف الناد الأهلي وعارف لعبة الناد الأهلي وفي لعبة من الناد الأهلي كانوا بلعبوا معه في دجلة زي محمد شريف هو عارف كل تفاصيل الناد الأهلي بدليل أنه هو هو كمان شخصية كارتيرون نفسه شخصية مختلفة تماماً على أي مدير فن أجنبي هو من الشخصيات اللي بتدخل دايماً سريعاً مع الفرل اللي بتدربها وعنده كمان ميزة مش متوفرة في المديرين فنين كثيرين منها أنه من المديرين الفنين اللي بتعاملوا مع مباريات وحدة وده اللي مخليه ناجح الناجي بتسأل نفسها تقول لك لا طب هو إيه اللي خلاه يعني إزاي وصل إنه هو بخلى الناد الأهلي من احتلال زي المجموعة يوصل 13 نقطة في أول مجموعة في إفريقيا وإزاي يحتل المرتبة الأولى في بطوط الدور لأنه بيتعامل مع كل مباراة إنها سلس نقاط ولا بديل عن السلس نقاط وعنده زكاء كمان وهدوء كبير جداً وهدوء وفي كلام وكمان في حاجة الناس مش وقدبلها منها لو بصيت عليه بعد كل في المؤتمرات الصحفية بتلاقيه عنده رحابة صدر غير عادية وإسمع أي سؤال وبيتحكم أي حد عايز يسأل أي سؤال بيجواب عليه ما فيش تكشيرة لا تكشيرة ولا زعيء ولا دفاول وده شيء يحسب لي حتى بتعامله كمان مع اللاعبي بالضبط أنا عارف الكلام ده كويس وعلى فكرة أنا سألت ناس في ودي دجلة سألتهم عن معاملته معاملة من معاملات الرائعة ويستطيع أن يكتذب إليه أي حد يحبه لأنه في النهاية شايف أنه عمله ده عمله مقدس ويستطيع من خلال عمله أنه يكسب حب اللاعبة وحب الجهاز الفني المعاون بالتالي حب الجمهور ولو المدير فني ووصل لكل عواصر دي هينجح كل تأكير طبيعاً ينجح محتاج أي تانيش محتاج أي حاجة يعني أنت محمد نجيب مثلاً أنا وجهة نظري مثلاً مدير فني لا يبرر للعب لماذا لم أخطأ ليه أبرر ليه دي من دون الحالات النفسية يعني أننا شفناها واقف ومعه رسول عمر محبب يتكلم معه بحاول وصله نقاط معينة برضو خلي بالك لأن أنت اللاعب ما بتتبحوش في نفس اليوم هتحتاجه أكيد بعد كده فبالتالي أنت النهاردة مثلاً هعمل كذا هعمل كذا وده شيء يحسب لكارتيرو أكيد طيب خلينا نمسكها واحدة واحدة كده ونتكلم عن أداء النادي الأهلي نبتدي بداية في بطولة الدور بالتحديد شكل منافس شكله إزاي شايفه إزاي في بطولة الدور في الظل تواجد عديد من الأندية القوية هذا الموسم والتدعمات الكبيرة اللي عملوها بعض الأندية المنافسة هتكون صعبة أو أصعب من السماوات السابقة بالنسبة لنادي الأهلي من وجهة نظره الدوري كله صعب أنت نبسط في الأرقام رقميا 36 مبارا 23 فوز 13 تعادل التعادل السلبي أقل من التعادل الإيجابي عدد الأهداف اللي بتيجي في الشهوط التاني مضاعف 48 وصد 25 على فكرة الأهداف دي أحصاءات رسمية طبعا الضيوف بيجيبوا أهداف أكتر من أصحاب الأرض فوز أصحاب الأرض فوز الضيوف أعلى من أصحاب الأرض ده معنى إيه؟ معنى أن اللعب مفتوح معنى أن الفرق ما بتخافش من بعضها معنى أن كل واحد بلعب على الفوز معنى أن المدير الفنين عندهم ثقافة النكسة ببرة ملعبي وخارج ملعبي لأن الدوري صعب ديك حضرك شايف في أندية عندها لعبة بملاليم وأندية عندها لعبة بملايين الملايين بزرط فالأزمة أنك أنت دلوقتي أصبحت أنت الدور الأولاني أصبح زي ما بيقوله في لغة الكرة ضرب نار أي مباراة بتكسبها بتضاف لرصيدك ورصيد مهم في أنك في الدور الثاني هتشوف مباريات قوية جدا ومن يوم لحد اللي جاي كمان هيزيد الدوري مع وجود الجمهور طبعا ده شيء مهم جدا 3000 للفريق الصاحب الملعب و500 للضيف و1500 مطلبت الجامعات وقلبت الجامعات معظمهم أهلوية وفيهم طبعا زمالكوية كتير هتشوف مباراة كويس في البداية يعني تدريجية بس إنت دايما متعود مع الدور المصري 5000 تضربهم في 2 في 3 في 4 في 5 ممكن نوصل رحل السنة فاتت في نهاية الدوري أو في كاس مصر قلنا 500 مشجع يدخلوا وشوفنا 5000 فتضرب خمسة ممكن دولات تضربوا في 25 بس في الـ 25 إذا كان الـ 25 ما بيحضرواش يعني ما حضرواش لأهل في بورج العرب وبعض المباريات اللي تلعبت في البطولة العربية بطولة أفريقية طبعا دي لها ظروفها للقصة عشان ببورج العرب بعيدوا الكلام طبعا في مطالبات ممكن الأهل يلعب في استاد القاهرة لو سجمهور هيرجع إن شاء الله بدأتها من مبارات الإنتاج من يوم سبع وخصوصا من خلاص القرار بقى رسمي في عدد جمهور الجمهور بشكل عام الجمهور بشكل عام مع كل الأندية يعني خلي بالحضرتك أنت لو بصيت للإسماعيلي الإسماعيلي عمل مباراة رائعة مع القادسية ولا الكويت الكويتي مباراة ولا أروع وكسب 2-0 ومباراة اللي بعدها اتعادل 1-1 داين أو 0-0 النتيجة كانت سلبية معبد أعبد النتيجة كانت سلبية خير الدين موضوي قال لك لا الجمهور عامل كبير جدا وخصوصا من خلي بالك فيه جماهير مرتبطة بفرقها ارتباط غير طبيع لا هو طبيع ارتباط مهم جدا يعني المصري مع جمهوره والأهلي مع جمهوره أو الجمهور الأهلي مع الأهلي والإسماعيلي مع الإسماعيلي والإسكندرية مع الاتحاد السكندري فده ده اللي هيعمل زخم غير طبيعي احنا مش بتعودين عليه بقى أنه 3-4 سنين من آخر حاجة اللي هي كارثة الدفاع الجوي لا الدوري سيزداد سخونة الدوري سيزداد قوة حنشوف أكتر من فريق حيوصل للمربع الزهب احنا شايفين فرق الوقت النادي الأهلي الأول بيتساوى معه بيراميدز بعشر نقاط والزمالك يعني دخل في الموضوع بيتروجيت اسمه ده بيتروجيت برضو نفس القصة دخلة لأن فيه فرع خلي برح حضرتك كسبة ماتشين وتعدت ماتشين فده يعني تم النقاط فرق بينه بين النادي الأهلي نقطتين فقط فلا الدوري ممكن في الدور الأولاني هنشوف حوالي 6-7 فرق بينحصر عدد نقاطها ما بين يعني هيكون الفارق ما بين النقاطها حوالي نقطتين تلات نقاط ده ممكن يكون في المقدمة ولا لا لا ما أقول لحضرتك هيكون في المقدمة لأنني خلي بالا مش متعودين احنا مش راحة الدوري لحضرتك مش متعود على ده لأنه الرقام اللي أنا قلتها دي تؤكد ما ذهبت إليه في أن الدوري السنة دي دوري مختلف لأنه خلي بالحضرتك الناس اللي ما دعمتش بتحاول أنها تثبت للحكاية مش حكاية فلوسه بس لحكاية أن أنا أدف الملع حكاية مدير فني يستطيع أن يعرف إمكانات لعبته مدير فني قادر أنه يعني يخلي لعبته يعني العامل النفسي العامل مع نومة وخلي بالك فرقة زي الدخلية مثلا فرقة زي الدخلية وأغضى حوالي أربع نقاط أو خمس نقاط مثلا من تعادلين أو تعادل وفوز لكن في النهاية فرقة ملاليم عملت ماتشات كويسة جدا فرقة زي النجوم كهزبانة خمس نقاط ومدير فني لسه جاي جديد طبعا وخلي بالك ممكن نقول سر الناس على الهواء أن اللقاط الفوز على زي مالك المباراة دي هو على حصاب الله المدرب العام اللي كان مدير فني هو خطته اللي ميشوا عليها اللي هو الترصيص الدفاعي اللي خلي الفرقة تكسب بالشكل ده العمل قبل كده تعادلين فده لما ميشوا على خطة كالديرون اتغلب في الماتش اللي فان فطبعا الدوري في طريقه أن يكون من منفسها قوية من نفسها قوية من فرقة كتيرة جدا طيب فيما يخص بطول الدوري أبطال أفريقيا نادي الأهلي زي ما عارفين كانت البداية صعبة شوية خسرنا مباراة عادلنا مباراة سواء أمام الترجي وكان فلاس إتي لكن نادي الأهلي قدر أن يفوز في أربع مباريات متتالية ودي أول مرة حاجة تحصل بالنسبة نادي الأهلي في هذه البطولة شايف فرص نادي الأهلي في الفوز بهذا اللقب خلال المسلم ده شايفها وخصوصا بعدما الفريق كان وصل لنهاء البطولة المسلم اللي فاته أسباب كلنا عارفينها طبعا أمام الوداد شايف منافسة في بطول دور أبطال أفريقيا زي وفرص الأهلي ازاي ودي بقى ترجع لأنك انت هو الأهلي في دور المجموعات حقق علامة كويسة 13 نقطة وده شكل شايفه يعني شكل جيد حقق عدد نقاط وخلي بالك برضو لو رجعنا للتاريخ شوية حمدأ النادي الأهلي يتساوى مع الترجي في أنه عبر لدور التمانية عشر مرات عشر مرات ويليهم مازين به وده معناه أن النادي الأهلي بيبص البطولة دي بشكل مختلف تماما طبعا الأكثر حصولا عليها والأكثر نظرا إليها والأكثر عروس البطولات الإفريقية فبالتالي النادي الأهلي عندما يشارك في مثل هذه البطولات في أنه دائما ينظر إلى لقبها ولو حسبنا البطولات التي شارك في النادي الأهلي ولم يدخلها أو لم يحصل على لقبها يعني كان الأهلي لو فاز بيها كان هل حصل يعني حيبقى يعني حيبقى التاريخ لا حيخش في الموسعات الكبرى يعني الأهلي يعني استطاع أنه يدخل زي ما قلت الحضر لكل مباراة على حدة ووحدة وحدة ويستطيع من خلالها أنه يكسب بشكل متتالي بإقناع يعني أنا سيبك من إقناع الفني زي ما قلت حضر لك في البداية أنا عاوز أوصل لمرحلة معينة محالة أن أنا أجمع نقاط لغاية ما أوصل لهدف الأساسي وهو أن أنا أحتل قمة المجموعة وده شكل اللي يقبل ناد الأهلي يعني أنا لما أجد ناد الأهلي المركز الثاني يعني أنا عن نفسي كمراقب من بعيد مثلا أو كناقد رياضي الأهلي لما يتحط في أي مكان أو يتحط في أي مجموعة لازم يبقى رقم واحد لأن التاريخ يقول كده وعلى فكرة لما كنا رقم اثنين في المجموعة برضو حالنا البطول على فكرة بأكثر من المناسبة أنا بكلمك أنا برضو ماشي على منهج كارتيرون أنا ناد الأهلي لما أخش بطولة لازم رقم واحد لما أكون في دور المجموعة لازم رقم واحد فالأهلي عامل ده بغض النظر عن الأداء لكن في النهاية برضو هنشوف دور التمانية دور التالي الأورع هيكون مين هيبقى قدام النادي الأهلي ده هيكون فاصل كبير في توصل لقبل النهاية ثم النهاية ده بلازم الأهلي يتعامل مع مثل هذه المراد بجدية كاملة زي ما هو معاوضنا لأنه دايما البطولات اللي هي الأدوار الإقصائية دي هي بتعمل أزمات مفيش مجال فيها للتعويض في التالي انت مطالب فالطموحاتك لازم تبقى أكبر من مجرد طبعا الأهلي طبعا طموحاتك دايما معاوضنا دايما لأنه يصل للمطولة فبالتالي الأهلي قادر حتى الفرق كلها لقدامه طبعا هو مش عابل الترج طبعا عشان عشان معه في المجموعة لكن في لوحة اتحاد الأفريقي لكن في النهاية الأهلي قادر على هزيمة أي فرقة من الفرق اللي هتقبل شيء منطقي وطبيعي ده فيما يخص النادي الأهلي خلينا بقى نروح لمحمد صلاح للنهار إن شاء الله الساعة 7 سيكون عنده بنفسة قوية جدا مع لوكا مودريتش وكريستيان رونالدو على جيزة أفضل لعب في أوروبا وده حاجة من نسبالنا كبيرة جدا يكون عندنا لعيب مصري متواجد في هذه المكان لكن خلينا في البداية نروح نشوف تفاعل جمهور النادي الأهلي على فيسبوك وتوقعاتهم لمين اللي يقدر يفوز بهذه الجيزة الهمة منورة إبراهيم قال إن لوكا مودريتش يستحقها عمر اليمني قال الله أنا والله أنا أكيد بتمنى محمد صلاح بس شايف إن لوكا مودريتش يستحقها عمر عزة قال إن شاء الله محمد صلاح يفوز بالجيزة فخر مصر والعالم العرب علي إسماعيل قال أتمنى فخر العرب محمد صلاح لكن أنا أتوقع مودريتش آية الأهلوية قالت أنا أتوقع فوز كريستيان رونالدو بس محمد صلاح يستحق إن يفوز بيها أحمد علي قال بإذن الله صلاح وهو يستحقها أكثر من مودريتش ورونالدو محمد عبد الرحمن قال صلاح بإذن الله محمد عشور قال محمد صلاح إن شاء الله محمود جدو قال إن لوكا مودريتش أحسن لاعب ومحمد صلاح هيبقى المركز الثاني في الضياء محمد غانم قال الصراحة أنا بتمنى وبتوقع محمد صلاح فخر العرب وإن شاء الله ياخد الكرة الزهبية كمان يا رب محمد عثمان قال أتمنى محمد صلاح طبعا فخر مصر ولكن أتوقع لوكا مودريتش ويا رب يكون توقعي غلط مصطفى طاهر قال محمد صلاح إن شاء الله والله تجد يستحقها عن جداره وأحمد حمادة قال يا رب محمد صلاح مفيش مستحيل نروح لتفاعل الجمهور على صفحة القناة على تويتر وروان رضا قالت أتمنى محمد صلاح كابتن مي قالت بتمنى صلاح ولكن أكيد رونالدو المش مهندس حسن قال أحق بيها لوكا شهاب أيمن قال إن شاء الله محمد صلاح أحمد قال صلاح الأفضل في أوروبا وفي العالم إن شاء الله عبدو العربي قال بالقلب والعطفة أبو صلاح بالعقل والأرقام كريستيانو شيدو قال ولا في غير والفرحني الأهلي أولا ثم محمد صلاح المهندس محمود قال احتمال كبير جدا كريستيانو للأسف علاء مصطفى قال يا رب تكون من نصيب صلاح إبراهيم معويضة قال صلاح ما يحققش بطولة مع ليفربول وده أو صلاح وده بيقلل من فرصه على عكس مودريتش وكريستيانو بس أتمنى صلاح محمود علي نتمنى صلاحه بالأرقام مودريتش وبالحب لرونالدو طبعا يعني تعليقك إيه طبعا عن دود أفعل الجماهير وانت شايف من وجهة نظرك فرص صلاح في الفوز بهذه الجائزة الهمة جدا والله يعني أنا مبسوط بالإنحا يعني خليبه لحضرتك برضو ده مدخل مهم جدا مع اتحاد كرة القدم محمد صلاح يستحق كل التقدير والاحترام محمد صلاح مؤسسة نفخر بها أنها واسط كل هذا الزخم العالمي نجد علم مصر يرفع في محافل عالمية طبعا أنا سمعت بعض التسريبات أنه لوكا مودريتش هو اللي فاز بس يتمنى تكون التسريبات خطأ ويكون محمد صلاح قبل ما نتكلم عن الجزئية دي بالتحديد خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نتكلم عن فرص محمد صلاح بالفوز بجهزة أفضل العفور موسيقى 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 رجعنا لكم مرة تانية ولسا نتكلم مع أستاذ عبد المنعم فهمي الناقض الرياضي بالأهرام الرياضي ونتكلم عن محمد صلاح لكن سريعا نخليني أخذ ردود أفعال الجمهور على صفحة القناة على انستجرام ميرو العبد قال إن أتوقع لكا أو رونالدو لكن محمد صلاح صعبة أحمد 74 أبو مكة إن شاء الله الأهل أتوقع أتمنى صلاح أتخيل مدريتش توقعتك أستاذ عميني أنا زي ما قلت لحضرتك كان علينا طبعا عايز صلاح طبعا كلنا عايزين صلاح لكن هو المنطق والعقل والنتائج بتقولون أنه فعلا لوكا مدريتش هو الأحق بيها أرقام و تاني كس عالم موسيقى رائع مع ريال مدريد هو يعني واخد تعاطف جامهيري غير طبيعي هو يستحق هذا التعاطف لو صلاح يبقى حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي لكن في النهاية خلي بالك النتيجة أصلا معلنة مش معلنة هي معروفة من بدري يعني خلي بالك التصويت كان تم على اختيار من الفائز فأكيد حصلت فيه تسريبات أكيدش فيه حاجة حصلت تقول أني من الفائز التسريبات بتقول أني مدريتش لو التسريبات صحيحة هيكون مدريتش واتنين صلاح والثالث رونالدو ودخل بالك ده برضو إنجاز كبير يحسب للعيب مصري لو حصل لو حصل طبعا بس أنا اعتقادي أن صلاح سيبقى الثالث ليه بقى لأن مدريتش حقق دوري أبطال أوروبا السوبر الأوروبي أنا التسريبات بقى العندي أنا التسريبات الممكن تكون برضو التسريبات جاية مش بالصحيحة لكن في النهاية هو مدريتش اللي هيفوز حسب التسريبات والثاني صلاح والثالث رونالدو ممكن تكون غلط وممكن تكون صح لأن في النهاية تسريبات يعني حاجات ليست رسمية ولا يعول عليها برضو عشان الناس تقول مش إحنا اللي قلنا على الهواء كذا كذا إنه احنا بقول التسريبات اللي بتتقال ممكن تكون مثلا صحافين من التابعين اللي ويفا هم اللي قالوا الكلام ده ممكن قالوا الحد من هنا الأمور لسه لم تحسم رسميا لكن في النهاية كل أمنياتنا لمحمد صلاح نستحق وفخر لنا ومحمد صلاح مش كلام فخر ونقوله كده وخلاص لا محمد صلاح فعلا نستحق بإنجازاته بأرقامه بأخلاقه العالية بوطنيته التي لا نزيد عليها في النهاية محمد صلاح وأيقونة الكرة المصرية سنوات وسنوات نروح للمنتخب القائمة رائق فيها اين فيها مفاجهات مفاجهات كثيرة جدا طبعا وأي مدير فني بيجي جديد أكيد طبعا بيأتي ممكن نقول مع الأسف وده حق المشروع أنت متعاوتين في مصر دايما أي حد ييجي في منصب جديد بينسف ما فعله الآخرون فبالتالي ممكن يكون شيء طبيعي منطقي هو عايز أدم وجوه جديدة ممكن الوجوه جديدة ممكن كلها لو أثبتت جدارتها تكمل لو لم تثبت جدارتها فبالتالي هو مضطر يرجع لعناصره القديمة وده برضو حق المشروع وكل باب منتخب مفتوح ومش عايز أقول أن كوبر لما جه في مارس 2015 جرب لعيبة لو قلناها للناس هندهش خرجت ورجع تاني وبرضو هو قناعاته تغير نخلي بالك برضو هو بتفرج على أربع مباريات في الدولة فالأربع مباريات دولة جعلوا يختار مع هاني رمزي هذه العناصر التي رأها مهمة جدا في أنها تعبر النيجر ونتمنى أن تعبر النيجر طبعا لو حصل فيه أي نتيجة غير الفوز يبقى حاجة صعبة اللي كان وصيف البطولة الماضية مرشح للخروج كالعادة من أيها هنرجع بقى لأيام بردلي مرة تانية ونرجع ما ندخلش البطولة الأفريقية فتبقى مسألة صعبة نتضي له فرصيته نتضي له فرصيته لازم نشوفه لازم نحكم عليه لن اختيارات حاجة والأداء الجوال ملعب حاجة تاني لكن استبعاده للعناصر الكبيرة ده مؤشر أنه هو هيعتمد على عناصر صغيرة في السن نتمنى أن يثبت على كلامه وفي نفس التوقيت اللعبة ما تخزلوش اللي تم ضموهم طب أنا عايز أسألك سويا نسألك نحن دلوقتي لو حركت من خلال السياسة اللي أنت بتقول عليها أنه هاستبعد للعناصر الكبيرة في السن هل مش برضو مع الشباب بلازم يكون محتاجين خبرات يعني مثلا مستغرب من عدم تواجد أحمد فتحي وليد سلمان وسعد سمير ومش أنت بس الوحدة كلنا مدهاشين ولكن أنت رأيك في استبعاد السلسل والله هو عناصر خبرات وعناصر دائما بدأسنا على الفارق في النادي الأهلي وفيه وفضة معاصر كتير جدا تم اختيارها وفي عناصر برضو من خارج النادي الأهلي عليه علامة استفاهم لما يتم اختيارها مثلا يعني أنت خلي بالك في ناس مؤيدة وناس معارضة للاختيارات لكن في النهاية في النهاية أنا وجهة نظر الشخصية أني أنا طالما أنت جبتك مسؤول في هذا المكان فأنا مقدرش أحكم عليك إلا من خلال رؤيتي للمنتخب أنا هحكم على على أي ممكن فكرك مختلفة ممكن أنت هتعمل من اللعبة دي لعبة مختلفة تمام وخلي بالك برضو التغيير سنة الحياة ولكن التغيير لابد أن يتم بحساب جاهزوا في دماغه بحاجة معينة جاهز فكرة عايز يطبقه ولكن كنت أتمنى يكون في متسع من الوقت أن يكون عندهم مباراة أو اتنين وديتين لعبهم عشان خاطر يعني يصهر هذه العناصر على حسب فكره ولكن هو هيدخل بيهم على طول في معسكر ثم المباراة نفسها المباراة المهمة يعني المباراة لا يوجد أرياحية فيها لا يوجد أي مجال لأي تهون فهذه أزمة كبيرة بتصادف اللعبة ممكن نشوف جيل جديد من اللعبة ممكن نشوف مع الأسف لنا لعبة كثيرة جدا من اللعبة اللي اختارها وفي نهاية ممكن نرجع تاني وحنا شفنا كوفر قال لك لا سياسة للعب فوق الثلاثين والخمسة والثلاثين شفنا شفنا صام الحاضري مثلا من العناصر اللي هي أصبحت أساسية وحرصت مرمى مصر في طولة كاس الأمم الأفريقية وحرصت مرمى مصر في كاس العالم الأمور الأمور لأ حسب أنت عارف إحنا عندنا في الدورة مصر اللعبة برضو مستوى مرة فوق ومرة تحت وده برضو حسبه بصعوبة ليه لكن دور هاني رمزي مهم جدا في أنه يختار العناصر اللي تستطيع أن تمس منتخب مصر منتخب مصر ليس بالسهل لأننا نجرب فيه طبعا أستاذ عمنام فهمي طبعا نورتني وشرفتني دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا استنونا ان شاء الله يومي السبت القادم مع زميلتي العزيزة شيما صابر وحلقة جديدة من هذا البرنامج إلى القادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر